صراع طويل أخرج حكومة ناقصة كحكومة الكاظمي والنقص هنا لا يقصد به الحقائب الوزارية الشاغرة فهي سنة درجت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة عندما تقسم الكعكة فيبقى الجزء الأهم منها محل نزاع نقص حكومة الكاظمي يشتمل على ذلك وعلى فقدانها الشرعية التامة كما يؤكد العراقيون في الساحات حكومة الكاظمي كانت مكشوفة الخلل وضحت الاحتلال بعيون الصحف الغربية فهذه الولد ستريت جورنال الأمريكية قالت أن تمرير حكومة الكاظمي في البرلمان بصورة جزئية يؤكد استمرار الخلافات السياسية وتوزيع المناصب في العراق كما أن الكاظمي شكل حكومة محاصصة وضم فيها ممثلين عن الفصائل الموالية لإيران الصحيفة تحدثت عن أزمة اقتصادية وشيكة نتجت عن هبوط أسعار نفط سيتعين على حكومة الكاظمي التعامل معها بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا طريقة شد الحبال هي التوصيف الأمثل لتعامل الكتل السياسية مع الكاظمي وحكومته فقبل يوم من تمريرها في البرلمان أكد نواب وقادة كتل أن الكاظمي سيلقى مصير سابقيه وأن الأحزاب لن تسمح باجتيازه البرلمان ونيله الثقة إلا أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قدمت مقاربة لما جرى في الكواليس الصحيفة قالت إن الكاظمي غير من أسماء المرشحين ضمن قوائم الحقائب الوزارية ثلاث مرات خلال أسبوع واحد لتنال رضا وقبول الميليشيات المسلحة مؤكدة أنه بالرغم من دق جرس يوم الخميس للإشارة إلى بدء الجلسة البلمانية إلا أن الصفقات بشأن تشكيلة نهائية للحكومة ما زالت قائمة ومستمرة تقرير الصحيفة الأمريكية أشار إلى اتفاق إيران والولايات المتحدة على المرشح الأخير لمنصب رئيس الحكومة الذي يترافق مع تصاعد الغضب الشعبي الواسع الذي ترجم في ساحات الاعتصام برض مصطفى الكاظمي نظام مغلق تصوده الطائفية والمحسوبية بتوصيف الواشنطن بوست كما يتمتع رجال الأعمال والسياسة المرتبطين بالميليشيات من نفوذ واسع فيه في ثنائية المال والسلاح ولهذا كان تفكيك هذا النظام مطلباً أساسياً لثورة التشريم